زار الدكتور المهندس عمار جبر خليل محافظ صلاح الدين قضاء بيجي للاطلاع على ما تحقق على أرض الواقع من تقدم بعض الاجتماعات المتكررة للمحافظ مع مديري الدوائر بهذا الخصوص حيث أشرف محافظ صلاح الدين على أعمال رفع الانقاط من جامع الفتاح الذي يعد رمزا دينيا هاما لابناء بيجي وكذل المحافظ أن الأعمال يجب أن تتواصل بوتيرة متصاعدة من أجل عودة الحياة الطبيعية لهذا القضاء المنكوب كما اطلع الدكتور عمار جبر على مشروع ماء بيجي ومشاريع الكهرباء والصحة والتربية وغيرها برفقة وفد من منظمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائية الذي تكفل بإنجاز مشاريع كثيرة في القضاء وبهذا الصدد أمر محافظ صلاح الدين مديري الدوائر كافة بدقديم كل التسهيلات اللازمة للمنظمة لإنجاز أعمالها بالشكل المطلوب ورفق المحافظ في زيارته اللواء قندي الخليل قائد شرطة صلاح الدين ومديري دوائر الخدمية في المحافظة